موسيقى في الوقت الذي يغرق الخليفيون وابنائهم في الترف من المال العام يعيش الشعب البحراني حياة تضيق كل يوم بسبب الفساد وعز الموازنة وقد حذرت منظمات ووكالات اقتصادية عريقة كوكالة بلومبرغ من افلاس الموازنة بعدما ثبت عز الميزانية وارتفاع الدين العام فان الخليفين لا يكفون عن الفساد سواء من جهة البذخ في اوساط افراد الاسرة الخليفية نفسها او تبذير المال العام على وزارة الداخلية والدفاع وقد عقد ناصر بن حمد اتفاقية مع روسيا لشراء صواريخ S-300 كما اشترى النظام عددا من طائرات F-16 من امريكا في حين تفرض الضرائب على المواطنين وتعقد شروط الاسكان والتجارة وغيرها مما يؤكد ان القبيلة الخليفية تتصرف بعقلية القبيلة لا سواها العقلية التي تعتبر المال العام غنيمة يتصرف فيه شيخ القبيلة بما يرتئيه الا ان البحرانيين يريدون دولة حديثة تتساوى فيها المواطنة وتوزع الثروة بشكل عادل لاجل ذلك قامت ثورة البحرين عام 2011 كي تبدل البحرين من دولة قبيلة الى دولة متمدنة تسقط العصابة الحاكمة 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 تسقط العصابة الحاكمة